أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر أباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعنقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وغشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرته وأجره كريم إنا نحن محيين أو تغنكتو ما قدموا وآسارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاه المرسلون إذا أرسلنا إليه مصنين فكذبوهما فعززنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولن يبسلنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم عكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يوردني الرحمن بدل لا تغني عني شباعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمانت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنسلنا قومه من بعده من جمد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خمدون يا حسرة على العباد ما يعجيهم من رسول إلا كانوا به يستنسعون ألم يروا كم أهلكنا قبرهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض لما يتضرحيينها واخرينا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وآناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عمل أكله وآيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه من عزل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرق القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نركهم فلا سريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وتعني لا حين وإذا قيل لهم ارتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلهم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا أنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رسقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعموا من لو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في ضمان مبين ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون لتوسط ولا إلى أهلهم يرجعون ونفقوا بالسور فإذا قمنا مجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا بمباصنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تدعو نفسه شيئا ولا ترزوه إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا مني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدونه هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم ذوئلا كثيرا ولم تكونوا تعكلون هذه جهنم الذي كنتم تقعدون يسلموا هر يوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفاههم وتقلمون عيدهم وتشهد أرجلهم لما كانوا يكسبون ولو نشاء لا تمصد على أعينهم بس تمغوا السراطة فأنا يبسلون ولو نشاء لا وصفناهم على مكانتهم لما صدعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره نركزه بالغلق فلا يعتلون وما علمناه الشعر ويمغله إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاربا فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لأنهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جمد محضرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ويسرون ويعلنون أولم ير الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو فصيح مبين وضرب لنا مثل وليسرون سيخلقه قال ما يحيي العزاء وهي رمين قل يحيي الذي يمشاه أول وراء وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشهد الأخضر إلى رب فإذا أنتم منه تقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لههم فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم